لحظ جميع هذه المحاولات وهذه الزوبة السياسية والتهديدات تذكرني بعوام سابقة قبل احتلال العراق أيضا كانوا يسعون وكانوا يعلنون عن أن هناك قنابل قد تستخدم لضرب منشآت سرية عراقية آنذاك وبالتالي تأتي هذه الخطوات هي بالجزء من الضغط على ايران من اجل ان تجلس على مائدة المفاوضات علينا ان نكون واقعيين هناك ثلاثة معاضل تواجهها اسرائيل نعم اسرائيل تمتلك القوة يعني قوة كبيرة في المنطقة لكن ليس القوة الاولى في المنطقة هي خامس قوة في المنطقة يعني لو اخذنا ترتيب الدول القوية عسكريا هي تركيا مصر ايران السعودية ومن ثم خامسا اسرائيل اسرائيل لا تمتلك الذراع الاستراتيجي الطويل للوصول الى العمق الايراني هناك خمسة عشر منشأة يعني نووية ايرانية وهاية مثبتة لدى مراكز بحوث الكونغرس وكذلك لدى السي اي اي ولدى الامريكان ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتبعها حوالي مئة وعشرين من المنشآت التي تدعم او تسند هذه المنشآت الرئيسية بمواد وبقوالب واخرى يعني وسائل وتجهيزات من اجل الوصول الى العتبة النووية هناك القضية العملياتية والقضية الفنية والقضية السياسية اسرائيل على مدى تاريخها ويعني الحروب التي خاضتها في المنطقة حتى عندما ضربت مفاعل تموز في عام واحد واثمانين بطائرات الاف سكشتين هي بالكاد وصلت اليه عندما كان هناك دعم يعني سر امريكي ولا اندريقي انذا قال هذه اعمال صبيانية ولكن ايضا استفادوا من طائرات الاواكس وطائرات الاخرى في التزود بالوقود وكانت عملية كوبرا اليوم نحن نتكلم عن الاف الكيلومترات اسرائيل لا تمتلك طائرات ستراتيجية قاصفة تستطيع ان تحمل جيو بي 72 او جيو بي 57 وحتى لا تستطيع ايضا طائرات الاف 35 من الوصول الى هذه الاعداف رغم انها طائرات متطورة نعم هي تستطيع الوصول الى مدى 1800 كيلومتر لكن يجب ان تفقد خاصيات التخفي ولكن عندما تعتمد على خاصية التخفي هي لا تصل سوى الى 1200 كيلومتر تحتاج هذه الطائرات الى ان تحمل حمولات عالية حتى تستطيع ضرب المنشآت الكبيرة اذا من الناحية العملياتية اسرائيل غير قادرة للوصول الى هذه الاهداف رغم انتلاكها ولهذا فهي تسعى من اجل استعجار طائرة بي 52 او بي 2 او غيرها من الطائرات هذه القنابل التي عرضتها وخصوصا جيو بي 72 هذه قنبلة زلاقية لا يمكن حتى لطائرات البي 52 من حملها يعني ممكن ان تحملها طائرات سي 130 مثل ما شاهدنا في افغانستان عندما اسقطت طائرات قنبلة ما يتسمى بام القنابل اذا هناك معاضل عملياتية المعضلة الثانية هي فنية وتكلمت عنها ضمنا وانه حتى لو اعتمدت على طائرات الاف 35 فمن الممكن ان تكشف هذه الطائرات وهذه الطائرات ما تمتلكها من 50 طائرة لا تستطيع ان تغطي مساحة ايران التي تتوزع عليها هذه المنشآت وبحدود ال 15 منشآة معروفة يعني وبعضها قريبة من الحدود العراقية وبعضها قريبة من طهران يعني لو حسبنا المسافة بحدود ال 2220 إلى 2300 كيلومتر وبالتالي عندما تذهب إلى هدف تريد ان تدمره بالكامل يجب ان تكون هناك حمولة كافية وهذا سوف تتخلى او سوف تفقد ال F35 خاصيتها حتى في بصمتها الثالثة التي تطلبها اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية ثم انها تحتاج لكل هدف عدد كبير من الطائرات ما تمتلكه اسرائيل هي 50 طائرة وبالتالي بامكان الرادارات ان تكشفها اذا اصبحت بحمولات عالية ايضا هي لا تستطيع ان تحمل جيوبو 56 او جيوبو 72 سياسيا المعضلة السياسية سأتي الى المعضلة السياسية اشتركوا في القناة